الأحزاب السياسية في العراق منشغلة بكيفية الاستحواذ على السلطة وتقسيم المناصب ينتشر فيروس كورونا بشكل مخيف وسط إجراءات متواضعة ومتأخرة أمام خطر كبير وفي الوقت الذي يستنفر العالم فيه كل إمكانياته للحد من انتشار الوباء ويغلق حدوده فإن العراق يفتح أبوابه مشرعة أمام إيران بؤرة الوباء في المنطقة والتي تصنف حاليا كثالث دولة في عدد الإصابات حظر التجوال الذي فرضته الحكومة لم يكن حازما لسيما مع خرقه من قبل مواكب الزائرين واحتشاد المئات منهم وتدافع للحصول على الطعام رغم إعلان حظر التجوال في عموم المدن العراقية ما ينذر بكارثة صحية وشيكة ميليشيات سرايا السلامة تابعة للتيار الصدري زادت الطين بالله حين هاجمت دوريات الشرطة في محافظة النجف ومنعتها من تطبيق حظر التجوال الذي فرض لاحتواء كورونا وأجبر الاعتداء أفراد الشرطة على الانسحاب من مواقعهم تاركين نقاط التفتيش خالية اخي ليش انسحبت انت مننا؟ جاوزوا عليها تيار الصدري هانون وضربونا كداب العراق يعني التيار الصدري تجاوزوا عليك؟ جمبت جاوزوا عليك اشقل لكم اشقل لكم التوك انت لازموا انسيطرة هنا؟ لا خلوكم شي ما سبولا يعني غلطوا عليكم غلطوا عليها سبولا ضربونا وهانون اه هاي الشرطة اخوان انسحبت انسحبت اه وهاي السيطرة ظلت فارغة هيئة علماء المسلمين في العراق أكدت أن البلاد لا تزال تعيش حالة من الفشل الكبير في جميع مفاصلها واعتبرت أن انهيار القطاع الصحي أمام فيروس كورونا نتيجة إهمال حكومات الاحتلال لهذا القطاع دعية العراقيين إلى الاعتماد على أنفسهم في الوقاية من الوباء منظمة الصحة العالمية حذرت من تفشي فيروس كورونا في العراق وشددت على ضرورة الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج منها إلا للحالات الضرورية وأن عدم الالتزام بحظر التجوال سيمهد الطريق لتسجيل عدد كبير من الإصابات من خلال الاختلاط بين المواطنين في التجمعات الدينية وغيرها الإجراءات الحكومية داخل المراكز الصحية والمواقف والسجون كانت ضعيفة جدا بحسب مفوضية حقوق الإنسان التي كشفت عن نتائج سمتها صادمة بشأن أداء الحكومة في مواجهة فيروس كورونا في العراق إذن انهيار القطاع الصحي وعدم جدية الحكومة في مواجهة فيروس كورونا ينذران بكارثة صحية وإنسانية قد تواجه العراقيين الذين يعانون أصلاً من أوضاع اقتصادية وسياسية صعبة منذ 2003 ترجمة نانسي قنقر